خيرهم الإمام الحسن عليه السلام قال تريدون الموت أم تريدون الحياة قالوا البقية البقية نريد الحياة قال خلص إذن راح نستجيب لمعاوية في عرضه السياسي هذا نبقي عليكم رجع عليه السلام إلى فسطاته وإذا بهجمة غادرة منهم جاءوا أو باش ماذا فعلوا ثم شدوا على فسطاته فانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته سجادة الصلاة اللي صلي عليه الإمام جالس تخيل على مصلاه شالوها انتهبوها قمة الوقاحة وقفوا عند هذا الحد أبدا ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدي فنزع مطرفه عن عاتقه رداءه نزعه تخيل المنظر حجة الله على خلقه سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة هكذا يأتي هؤلاء الأوباش ويفعلون به حتى عبايتين نزعوها أو رداءه فنزع مطرفه عن عاتقه فبقي جالسا متقلدا السيف بغير رداءه صلوات الله عليه ثم دعا بفرسه فركبه وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته ومنعوا منه من أراده هذول صفوة من الشيعة جاءوا مثل شرطة الخميس قالوا احنا لازم الآن نكون حماة للإمام الحسن عليه السلام فدفعوا هؤلاء الأوباش بعيدا تدخلوا فورا فقال أدعوا إلي ربيعة وهمدان قبيلتان شريفتان آنذاك كانتا على النصرة والفداء لأهل البيت عليه السلام فدعوهم فجاءوا وأحدقوا بالإمام كحماية أيضا فدعوا له فأطافوا به ودفعوا الناس عنه تمرد صار تمرد على الإمام الحسن عليه السلام من نفس أصحابه وسار ومعه شوب من الناس فلما مر في مظلم ساباط بدر إليه رجل في تلك اللحظات الحرجة إذ يعني ما صار يمكن تمييز القوم جيدا بدر إليه رجل من بني أسد يقال له الجراح بن سنان فأخذ بلجام بغلته وبيده مغول مثل الخنجر أو السيف المصغر بيده مغول وقال الله أكبر أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل ثم طعنه في فخذه فشقه حتى بلغ العظم لعنة الله عليهم هكذا يفعلون بسبط رسول الله صلى الله عليه وآله من أصحابه هذا واحد من أصحابه المفروض عليه لعنة الله ترجمة نانسي قنقر